السلام عليكم ورحمة الله معكم ناصر القرابي من قناة EnglishTube في حلقة اليوم إن شاء الله رح نحكي على منهج الفيس تو فيس وليش رح نستعمله حتى ندرس اللغة الإنجليزية منهج الفيس تو فيس هو منهج بريطاني تابع لجامعة كامبرج البريطانية وفي منه وإصدارين نحن رح نستعمل الإصدار الثاني منهج الفيس تو فيس بركز على الجنرال الإنجليش وفيه محتوى ست كتب هذا بالنسبة للكتاب تمام هلأ نحن نحكي على محتوى الكتاب الكتاب فيه 12 يونت كل يونت مقسم لأربع دروس المراكز التعلمية عادة بتقسم الكتاب لثلاث كرسات كل كرس بتعطي أربع يونت في نهاية كل يونت فيه مثل العمود بيحكي على اللفظ طبعا هون في الإصدار الأول ما كان فيها الحكي لكن في الإصدار الثاني بصير يركزوا على اللفظ أكتر لأنه لقوه يعني فعلا شغلي فعالي بالنسبة للطالب بيقويه في اللفظ مع كل يونت بعد يونت بيأخذوا هني صوت اثنين اثلاثة بيخلوا الطالب يتدرب عليهم فبعد فترة بيصير الطالب اللفظ لبع اللغة الإنجليزية تابعه كويس بعد يونت 12 في بيجي البروركس هون يعني شويتك تمارين بالنسبة للناس اللي هتشتغل اثنين مع بعض بعدين بيجي الاكسترا براكتس لكل يونت في صفحة تمارين إضافية مشان إذا أنت راجعت اليونت كله فتروع على الاكسترا براكتس وتحلهم بعدين بيجي اللانجوش الساموري لكل يونت كمان فيه اللانجوش الساموري اللي هو شرح القواعد والكلمات الجديدة إذا كان فيه أمور تفهمية فهي موجودة هون في نهاية الكتاب في صفحات خضر الصفحات هدول هني فيهم كل شي بتسمعوا أنت في الكتاب تسجيل بتلايهم في الصفحات الخضر وفي نهاية آخر ورقة بتلاقي مربع من فوق فيه الرموز الصوتية هاي إن شاء الله نحن رح نخصص درس كامل شون نتعلمهم ونتعامل معهم وتحت الرموز الصوتية فيه الأفعال الشهذة اللي هي المصدر الماضي والتصريف الثالث هدول بعض الأفعال اللي نحن رح نستعملهم في الكتاب ما هو كل الأفعال الإنجليزية الشهذلة بس في الكتاب الاليمنتري هادا بالنسبة لمحتوي الكتاب ونشوف مميزات الكتاب ليش لهذا الكتاب مو غيره طبعا كتاب الفيس تو فيس هو يعتبر الأقوى في العالم و لما كنا في الانترناشنال هاوس مغازي نستعمل الفيس تو فيس في رحت أنا في القاهرة شفت البرتش كونسل بيستعمل الفيس تو فيس إنترناشنال هاوس إسطنبول نفس الشي كتاب ثلث ميزته أن أنت لما بتفتح الدرس بتشوف هيك بتلاقي فيه فراغ بين الحصة بين التمرين والتمرين مريح للعين إذا كنت أنت عند الدرس في مركز يعني كويس وعندك مدرس محترف فتحس أنه فيه مرح في الدرس بتتمنى أن الحصة ما تكون ساعتين تكون حتى خمس ساعات بيعلمك الإنجليزية عن طريق حياتك اليومية وكذا شيء بتتعرضه بيخليك تحكي عن نفسك كتير فيه تمارين سبيكين كتير فهذا من المميزات وفيه مميزات كتير لسه يعني طريقة شرحه للقواعد بيتبع طريقة للتحليل والاستكشاف والتخمين ما هو مجرد أنه والله بيجي المدرس بيكتب لك القاعدة على الصبورة مثل ما كنا نحن متعودين وخلص لا بيخليك أنت تكتشف لحالك وهي بتعطي شوية تيك يعني فيها حركة في الحصة طبعا نحن حكينا هنلأ هون على مميزات الكتاب واناكوا إن شاء الله نحن في الأيام الجاي ممكن لأسبوع الجاي نبدأ أن ننزل دروس الاليمنتري حنخصص يوم بعد يوم إن شاء الله درس وإن شاء الله إذا ما حسينا بضغط زيادة يعني رح نحاول ننزل حتى فيصير يوم بعد يوم ينزل درس الاليمنتري ودرس للبري انترميديات وفي النهاية لا تنسى تشترك في القناة حتى يوصلك كل جديد وإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تشارك ومعرفي آتاك على السوشال ميديا وشكرا